كانت لكونها تجارب تلفزية تقريباً شوف أنا صارتلي تعطلات أي الحاجة ممكن أن يعرفها حتى سي محمد أنه الساعات تظهر والناس عرفتك سهي وبعد تجيك حاجة اللي تبعد اللي هو وقت توافى الوالد متاعي وأنا وقتها في قناة الحوار مبرر مجاني تليفون معنتها فبت بريود نفس سنين معادش نجم نرجع فهمت بعد من البالي عملتها خفتني نخسرها معناه خطر سفينير أو تتعديت عشرة أحداشن مرة وبعد ساي ينسوك بعد وقتها خدمت معملي بن حسين في هو وهي في قناة التاسعة وقتها بعد وفات التجربة فيسع فيسع لأسباب إنتاجية وبعد مشيت الديمون شحنة بعد معاك وقتها بدينا معاك وقتها ولكن قبل الديمون شحنة بعد دنيا أخرى اكتشف أنك غادي دنيا أخرى كيفاش كان دخولك طبعا معاك كريم معاك كريم وبسام وجماعة وقتها فهمتني كان دور الرزوجة وقتها فشافوا فشافوا ربما البروفيل وقتها ربما وكلموني ما مشيت الدور متاعك اسمه رزوج رزوجة ايه كان دور بليد شوية لمحالة فهمتني سرق الزوز مليارات واش فهمتني؟ اما نجح الدور ايه نجح اكتشف أنك غادي بصراحة رسختنا غاديك بيه بولد الزين هذيه التجربة متاعك كنتي أستاذ مسرحي يعني اختصرتها في البرامج التلفزيونية ايه ايه هذي هناك كانت تل تجربة تلفزية ايه تجربة تلفزية ايه بيه أنا بش نمشي معاك في مجموعة صور ايه وبش نبدالك المرأة ذي قلت أنا نرتاح معاها فسر لي عليش شكوني هنشوف تصوار صورة القرى اروى بن اسماعيل ايه قلت كنمثل معاها نرتاح معاها ايه اروى شوف اه فسر البرتونير اروى اللي اه تك تتفهم كفيسا وخدمنا مع بعضنا وقرينا فرد فاكولتي و ونعرفوا بعضنا فهمتا دونك اروى معانتها حتى في الامبروفيزيسيون وقتلي أنا الامبروفيزي هي تبني معاي وقتلي هي تبني معاها فكنا ماخدين على بعضنا برشة في الخدمة اللي هو صعيب يش تلقى ديو منسجمين ويفهموا في الخدمة معانتها يفهموا بعضا بالقدي معانتها تصور ثم برشة حاجة تخدمناها مصدقني يمكن اه وعملنا معانتها امبروفيزيسيون كانت منواحي اللحظة ونجحت ومشيت بالقدي بالقدي وش بكم توا ما عملتوش حاجة؟ وليش كنا بش نعملوا عمل مسرحي ومن بعدها انا قلت لك برشة ظروف ونبقى تصوريها بعدها عندها وان ما نشوه شاهده رب يفضلها صلا معتها تنجي عندها وان ما نشوه شاهلا شاهلا اي شوفنا لب فيش بتاعها باي بش نوريك تصويرها اخر وقل لي نوفل وارتاني اللي هو اول واحد بديت معها البباء بديت معها والله يشوف نوفل اه محس علاقتك به مرة لوطة مرة الفوق شوف اه اله والله انسانيا نوفل بالنسبة للي انا يا عاليقتي بيه طيبة على الاخر اكيد ونعاود نرجع يقول لي انا انتي مفهمتكش اي 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 شنوه كس كيس باش فمه انا يمكن وانش ماكش منتظم معاه ساعات حتى تصير حتي ننهز روحي ونبعد انا بكري قالت كلمة يعني قتلي ترجع على روحك ماتكلمش اي 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 اه هذه مشكلة نجم تكون فيها نجم تكون هذه الهروب الهروب لا نواجهش ساعات معتها ابعدت ورجعت وبعدت ورجعت مع نوفل ولكن أكثر بريود لقيت فيها راحتي هي مع نوفل اللي ربما نوفل استيل متاعه والناس كل طلعت مع نوفل تحب ولا تكره كريم بسام كل نوفل يفهم في الخدمة يفهم في الكوميديا يفهم في الكتيبة يخليك يخلي لك المارج متاع الخدمة ونوفل من الناس اللي ما يحزدكش اللي تنجح يخليك تنجح تنجح ننجح هنا معناه ايه ويقف معاك ويكلمك وأبعث لي تاكست وكلمني وات وورينيش خدمت وورينيش عملت معناتها ونحاول ونصلح ولبعضنا نوفل بالنسبة لي أثر في تجربة عالاخر عالاخر واضح الصورة اللي بعده وتنقولك علش ياسين بن جامرة اللي قائل أن يقول علش حتيتلك تصوير ياسين بن جامرة والله اللي فهمت ما فهمتش ايه الخطر أنت أشب من ايه الحمد لله الحمد لله الحمد لله ليه موش هذا فتلك ياسين بن جامرة أنت قل ايه وقف معايا وقت وفاة بابا وقت مرضت أمي زادة وقتها مرضت أمك ايه وقف معايا ايه للأمانة معنا وقتها انا نحب الفتاة الزومرة ونعديهم في برامجي أن واحد يقف معا واحد نحبها الفتاة الزومة هذيك الليوش حطي تصوير تقول ايه انا قد وقتها والدتي مريضة ربي يشفاها تقول الحمد لله معانتها عملت عملية وقتها نخدم معانتها 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 بذات مخلصتش فوقتها تصلت بيه هو اللي لاهي بالأمور وقتها في الحوارة توسي مجيه بش يسبق لي وقتها فلوس تمش كون ما أقبلش ما أحبش فأنا مروح في الثنية وهو كلمني قال لي وينه وقلت له أنا مروح وقالي أرجع طوي رجعت أعطاني شيكو برافو صراحة معناها وقتها والله محلاها بالعكس حلوين برافو يعنيها للأمانة وقتها معانتها نسوك مما يدوم شي معانتها دليا مفاحت شي لك الكلمة تلحقته لك لك الحركة ذيكة تقعد مهمة برشة برشة وحد ما ينسيته شو تعلمت من الشخصة ذاي؟ آه لم ينهدي شو تعلمت منه بكل صراحة لم ينهدي معانتها من الفنانين اللي تأثرت بيه على مسرحي تعلمت منه آه الخدمة على البرسوناج والشخصيات العطاء على الركح أنا وقتها تفرجت فيه في في أكسدوك الريش وفي مهرجين مقارنيل طاو نتفكرها وقتها أنا نقرأ سنة أولى مسرح مبهرت بصراحة معاناها أنا طاو نسمى معانتها من الأجيال اللي المعانتها الجديدة من إيش معانتها فروحت معانتها وقتها باللعب الخدمة اللي خدمها روحت منبهر على الأخر معاناها معانتها طريقة العمل المتاعه والخدمة متاع البرسوناج والطريزة متاع الخدمة والأداء وتغيير الشخصيات وتغيير الأسوات معاناها لم ينهدي من الشخصيات اللي معانتها حتى كي نخدم طويقه ربما ما فيها من لم ينهدي مغير ما نشعر وذيك هورا وكل واحد يتأثر حتى هور يا ريحاب فنانة ربما تأثرت من فنانين كبار يعني الحمد لله عنا فنانين كبار برافو وليد أزيل